انا عارف انا عارف ان انتي لديكي تقدير للي قاله لأ بالضبط لان المشكلة يا دكتور محمد النهاردة كنت بتناقش مع حد انا مش نازل اه ليه الديمقراطية بتقول لك انزل استعمل صوتك قال لأ الديمقراطية بتقول انت حر تنتخب او ما تنتخبش بتقول لأ لازم تعرف اني لك صوت وصوتك مهم انا هعمل حاجة قلت له انت هتعمل حاجة لما هتقول اه ما هي هي صحيح النسبة اللي افرد النسبة طلعت 70-30 ما انت واحد من التلاتين مهم وده كويس قلت رأيك والناس تفتخر بده على فكرة مهم ان انا 99-9-10 دي الحمد لله انتهت انتهت من زمان فيه ناس فيه ناس تقول لك انا هقول لأ ليه مش عارف انا هقول لأ وخلاص انا مش شفت الناس دي مهم فيه ناس يقول لك اصنع مش عاجبني كذا كذا مهم وفيه ناس تقول لك انزل اقول لأ اه اصل الديمقراطية قلت له لأ ما انت ما تباش ديكتاتور وتفرض رأيك عليها قلت له ديمقراطية لأ اللي هو اللي بيقول لأ فبيتعامل مع الاخرين انه مش فاهمين انه مش فاهمين ومش مستواهمين وانه هو بيفهم اكتر اه وانه صح بس الفكرة انه لما ييجي يتحدث عن الديمقراطية فيحاول يقنعني بان لأ لأ افضل ده مش الفكرة دي ديكتاتورية المعارضة اه اللي هي تخليك تحس ان احنا في مرحلة ما زلنا في مرحلة مراهقة سياسية حقيقة يعني مثلا مراهقة سياسية اه طبعا احنا مش هنتحك على بعض احنا في 52 كنا استوينا اه كنا بقينا يعني ديمقراطيين فعلا يعني ولسه هنقول بقى اه بالزبط اه 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 اه